البرلمان 329 مقعد إن شاء الله يطلعون ألف عراقي هذا هو كل هذا العدد هذا الألف عراقي راح يملون مقاعد 329 المقاعد هذه ما عدها مشكلة كذلك مجالس المحافظات شقد ما يطلع العدد هو بالنتيجة ضامنين الجماعة الأحزاب الكبيرة الأحزاب الصغيرة كل ما يتصدى لها العملية ضامن المقعد يعني القوى السياسية صغيرة أم كبيرة الأحزام أب الكتل أم غير لم تعد تهتم بهذا الموضوع ولذلك المخرجات دائما تمثل مفارقة عن الواقع يعني إذا تحدثنا مرة ثانية عن المجالس المحافظات كونها خدمية لا يوجد أي مؤشر على خدميتها هي الآن تعكس نموذج متقدم للصراع السياسي بين القوى الكبيرة وبالتالي هذه القوى الكبيرة تريد أن تهيمن على مجالس المحافظات والمجالس البيضية لأن هذه هي التي لديها الموارد الخاصة بالبشر فيما لو حصلت الانتخابات البرلمانية يعني كل حزب يروح إلى قاعدته تمام هو يعد الوعود كثيرة البرامج والوعود التي تقدم للناس كثيرة جدا ولكن إذا تحدثنا عن انتخابات 2018 البرلمانية نجد المقاطعة كانت كبيرة بسبب أن الناس بدأت تدرك أن ما يتحقق من هذه الوعود ليس بالشيء المهم بالنسبة لهم أو المجزي وبالتالي يعني يحصل المقاعد تملة في النهاية ولكن البرامج لا يتحقق منها شيء هذا بالنسبة لمجالس المحافظات بعد أضرب هذا الموضوع يعني الآن هذه القصة تحتي بها أنت ما تهم الكتل للأسف يعني ما ينظرون الآن إلى أنه شقد رح يقاطعون يعني فكرة أستاذ حمزة العشرين بالمئة ليجونهم جماعتهم الناس يعني حالة اليأس والقنوط هي التي دفعتها إلى مقاطعات انتخابات 2018 فكان ينبغي على القوى السياسية أن تحفز الرأي العام بأنه كما أن هناك نفسا إصلاحية للدولة في عهد جديد في حكومة جديدة تتعامل مع واقع ما بعد داعش في حكومة 2018 ينبغي أن أيضا تكون هناك برامج ورؤية لتحفيز الناس على عدم المقاطعة أي استحقاق انتخابي قادم وواحدة من هذه الإخفاقات التي يعني كان الكتل السياسية تشتغل بالعكس كما شرع قانون مناسب يتيح المجال للكتل الصغيرة التي تنشأ من تيارات جديدة هي عمدت إلى تشريع قانون أكثر تعقيدا لحجب القوى الصغيرة عن الوصول إلى مقاعد بل وتدفعها نحو الاندماج مع قوى كبيرة هل هذه المفارقة صحيحة؟ نعم هذه المفارقة وهذه هي المشكلة يعني مثلا الشعب قاطع يعني الشعب عاقب القوى الكبيرة والصغيرة المهم عاقب الطبق السياسي انتخابات 2018 درجة المشاركة مت عدت 30-25% يعني حوالي 70 أو أكثر من 75% من الناس لم يخرجوا بدليل أن وكذلك تمت معاقبة الكتل حتى على مستوى التمثيل الانتخابي أكثر من 200 نائب خرج من المعادلة السياسية وهذا طبعا مؤشر مهم جاء بدلاء لهم هؤلاء البدلاء الآن يجب أن يثبتوا جدارتهم في التعامل الآن مع هذه الحقاقة الجديدة الناس عندما جاءوا بهؤلاء بهذه النصبة الصغيرة من المشاركة هذا امتحان أيضا وهذه اختبار لهؤلاء الذين الآن دخلوا البرلمان سواء للمرة الأولى غالبيتهم للمرة الأولى يجب أن لا يذهبون إلى نفس الأخطاء التي مارسها السابقون يجب عليهم أن ينتبهوا إلى هذا الموضوع وأن بالفعل أن يطوروا مقاربة باتجاه أن يشارك أكبر عدد من الناس والفعاليات بالانتكابات مجالس المحافظات القادمة ولكن النسبة ولكن عندما وضعوا الشرط الجديد وهو 1.9 هذا يعني أنهم ثانية استولوا على المشهد السياسي وبالتالي منعوا الكتلة الصغيرة وهم يطالبون الكتلة الصغيرة بأن تندمج مع بعضها على أمل أن تكون كتلة كبيرة هذا الاندماج هو أشكالية بحد ذاته لأن هذا الكتلة الصغيرة أو الحزب الصغير يريد أن يجرب حظه في المحلة في الحاي في القضاء مثلاً لأنه ربما يملك رؤية ميدانية على صعيد كيفية تقديم الخدمات أفضل من الحزب الكبير الذي جربناه منذ 15 سنة على مستوى التشريعات والقوانين ولكن بقيت الحفر نفسها والنقر نفسها ولم يحصل شيء مهم